وقفنا على تعريف السنة لغة واصطلاحا وبينا أهميتها والآن جاء دور بياننا لخصائص السنة النبوية إن للسنة النبوية العاطرة خصائص قد امتازت بها عن سائر مصادر الدعوة الإسلامية الراشدة من أهم هذه الخصائص أنها نوع من الوحي حقا السنة وحي إنما هي بتعريف النبي وبعبارة النبي لكن معناها وفحواها وأصولها وقواعدها التي جاءت إنما هي من الله الواحد الأحد يقول الحق تبارك وتعالى مبينا لحال رسوله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صدق الله العظيم إذن هذه الآيات تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر تعاليم النبي وهي أنها من الله الواحد الأحد وما ينطق عن الهوى ثم يقول علمه شديد القوى جبريل عليه السلام أو الله تبارك وتعالى لكنه أي وحي النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن وحي القرآن الكريم من بعض الوجوه صحيح القرآن وحي هو وحي صادر من الله لفظا ومعنى لكن وحي النبي الصادر عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو بلفظ النبي لكن المعنى من عند الله ولذلك يرى العلماء أن هناك فرقا بين الوحيين من ذلك أن السنة وحي بالمعنى دون اللفظ السنة وحي بالمعنى دون اللفظ فالمعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وحي غير متعبد بتلاوته أما القرآن فإنه متعبد بتلاوته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة أو عشر إلى عشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إشارة إلى أن القرآن متعبد بتلاوته أما السنة فليس متعبدا بتلاوتها كذلك السنة لم تثبت جميعها عن طريق التواتر القطعي بمعنى أن هناك بعضا من ألوان السنة النبوية العطرة وبعض التشريعات قد جاءتنا عن طريق كله في النهاية يعطي معنى الجمع أو يعطي معنى التثبيت لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأحاديث التي جاءت عن طريق التواتر القطعي هي قلة في بابها وهذا يؤكد على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كلامه كله إنما هو وحي من الله الواحد الأحد أيضا السنة غير معجزة بلفظها وقد تكون معجزة بمعناها نعم النبي عندما يقول لأحد أصحابه الذي يسأله يا رسول الله علمني قولا موجزا يقول النبي لا تغضب يقول الرجل صحابي يا رسول الله أوصني وأوجز قال النبي لا تغضب يا رسول الله أوصني وأوجز قال النبي لا تغضب يقول الصحابي الجليل ففكرت فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقنت أو فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله إعجاز في تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يؤكد على هذا فيقول أعطيت جوامع الكلم جوامع الكلم وهذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين كذلك من خصائص السنة النبوية أنها متصلة السند والمقصود باتصال السند اتصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي دون انقطاع والحديث المتصل السند ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني لا يمكن أن يجتمع فيهم كذب أبدا ولا يمكن أن يتخيل من بينهم كذب ومن هنا جاءت الأحاديث النبوية العطرة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه تشريع ثم يأتي بعد ذلك تشريع آخر يناقضه أو يتعارض معه بل إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم موضحة لما جاء من عند الله تبارك وتعالى وبهذا نكون قد وقفنا على خصائص السنة النبوية العطرة غفر الله لي ولكم